بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين النهاردة أحباء ومتابعين الأفاضل هنتعلم مع بعض ازاي ننشف أوراق النعناع في البيت زي ما حضرتكم عارفين أن النعناع مهم وضروري تواجده في كل بيت لفواده الكثيرة طبعا طبعا أنا بنشف النعناع عندي بحيث يكون متوفر عندي في أي وقت أقدر استخدمه في حالة عدم توفر النعناع الأخضر هاجي زي ما حضرتكم شايفين أنا أول خطوة عندي أنا كنت في السوق النهاردة اشتريت حزمة نعناع ما شاء الله أوراقها من نعناع وما شاء الله ومصح صحة هيت باجي على أول خطوة عندي أن أنا بقطف طبعا أول خطوة بخسل رفطة النعناع غسلة كويسة تحت المية بحيث أنزل أي أتربة لو كانت على الأوراق وبسيبها شوية لحد ما المية تنزل من عليها وتنشاف بعد كده بجيب كل فرع عندي بنزع الأوراق اللي فيه أو زي ما حضرتكم شايفين بسم الله بكل سهولة كده أهو من شاء الله أنزع الأوراق اللي فيه زي ما حضرتكم شايفين زي ما حضرتكم شايفين نكمل مع بعض باقي الأفرع نشيل أوراقها ونتابع أحبائي مع بعض ودلوقتي أحبائي ومتابعين الأفاضل بعد ما نزعت جميع الأوراق من السيقان بتاعت النعناع بتاعتها والأفرع بتاعتها باجي بكون مجهز طبق زي دوت أبدأ أفرت فيه الأوراق بتحتي زي ما حضرتكم شايفين بسم الله في حاجة مهمة أنا بعمل عملية التنشيف بعيد عن الشمس بنشف في مكان ضل في غرفة عندي فضيع في مكان عندي فاضي في روء كورنر أو روكن عندي في البيت ما فوهوش أي أي هوا بيجي أو أي شمس واقوم بعملية التنشيف عشان الأوراق بتاعتي ما تسودش لأن أنا لو نشفتها في الشمس الأوراق ديت هتسود لكن التنشيف في الضل بتبدأ الورقة محتفظة باللون الأخضر فيها وانتبع أحبائي مع بعضنا ودي أحبائي ومتابعين الأفاضل أوراق النعناع بعد مرور يوم من نشرها في الضل أو تنشيفها في الضل طبعا أنا باجي كل يوم بقلبها بإيدي كده بشويش بحيث اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت بعمل الموضوع دوت كل يوم مرة واحدة بس يعني أخلي اللي فوق تحت واللي تحت يبقى فوق وبعدين أرجعها مكانها تاني زي ما قلنا لحضراتكم أنا بشيلها في مكان يكندل يعني حتى ممكن أحطها تحت كرسي زي ده كده ونتابع أحبائي مع بعض ودي أحبائي لفضل بعد مرور يومين من تنشيف الأوراق أهو بدأت تنشف مشاء الله برضو أبدأ أقلبها برضو بحيث الحتة اللي لسه فيها خضار تنشف ونستمر على هذا الوضع لحد ما الورق يبدأ ينشف ويبس تماما بعد كده أبدأ أعبيه في إزازة وفي برطمق ونتابع أحبائي مع بعض ودلوقتي أحبائي ومتابعين الأفاضل بعد مرور خمس أيام من تنشيف أوراق النعناع ما شاء الله الورق كله نشف ما شاء الله حتى صوته داين من صوته بعد كده بجهز برطمان ويكون في برطمان عندي بعبي الأوراق فيه ساموا حضراتكم شايفين ما شاء الله ما شاء الله زي ما حضرتكم شايفين أحباء الأفاضل أنا عبيته في برطمان وبقفل علي عندي وبحتفظ فيه أستخدمه في أي وقت نفس المميزات بتاعة الأخضر طبعا أحيانا ما بيكونش عندي نعناع طازة فبضطر أستخدم ده ويؤدي نفس الغرض طبعا فيه ناس بتحب يعني تفركوا كده تفركوا تعملوا زي البودرة وده طبعا على حسب كل واحد عايزه ازاي أوراق أو بودرة فمطلق الحرية لكل واحد يستخدمه زي ما هو عايز ودلوقتي أحباء الأفاضل أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وإن شاء الله يكون أفادكم بشيء وإن شاء الله تعملوا التجربة عندكم ونشوفوا ورق النعناع وتحتفظوا بيه وتستخدموه وما تنسوناش أحباء ومتابعين الأفاضل بدعمكم لنا بالاشتراك في القناة واللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته